أهلا بكم أطلقت كنائس الأراضي المقدسة مشروع ترميم أرضية كنيسة القيامة في القدس وشارك في إطلاق المشروع بطريارك القدس للروم الأرثوذكس في أوفلس الثالث وحارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون والنائب البطرياركي للأرمن الأرثوذكس المطران سيفان غربيان بحضور جمع من الأسقفة والكهنة والرهبان من مختلف الكنائس ويتضمن المشروع الذي يستمر 26 شهرا ترميم واستبدال بلاط الأرضيات التالف وتحسينات أمام القبر المقدس